اهلا بكم إلى نشرة المساء أنا ميسون عزام أحييكم مشاهدين نبدأ بالعنوين اتصالنا مرتقب بين بلينكين والبرهان البعثة الأممية تكشف تفاصيل الاتفاق الذي سبقه الإفراج عن معتقلين موقع ملاحة دولي يقلب الطاولة على رواية إيران حول ناقلة فييتنام كانت عائدة أصلا لبندر عباس وفي نشرة المساء أيضا ولكن بعد قليل التحالف يستهدف الحوثيين بـ 25 عملية جديدة والمبعوث الأممي يدين انتهاكات الحوثي في مأرب وفايروس كورونا يعود للانتشار في أوروبا وبريطانيا تصادق على أول عقار للعلاج بعد نتائج إيجابية إذن في انتظار اتصال مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وعبد الفتاح البرهان أعلن وصيد جنوب السودان عن التوصل لاتفاق بين أطراف الصراع في الخرطوم مؤكدا أن الإعلان عن بنوده سيكون في وقت لاحق مضيفا أن لقاء سيعقد بين ونحن نواصل اليوم مع كل الغايلة لا نواصل مع الدكتور أبدوك لغشة نظر ممكن نلهز مع بعض في جرسة واحدة وننقش كل غضايا باوذورنا باوذور الوسادة نحن بعد ذلك نواصل لحل الغضية السودانية إذن مشاهدين مصادر العربية أفادت أنه سيتم إعلان مجلس السيادة الجديد في السودان خلال 24 ساعة وأيضا سيضم هذا المجلس 14 مقعدا المصادر قالت أيضا أن المجلس سيضمه خمسة من العسكريين هم البرهان ودقلو وكباشي والعطى وابراهيم جابر كما سيضم مجلس السيادة الجديد ستة مدنيين يمثلون أقاليم السودان وسيتم إرجاء حسم مقعد شرق السودان للتشاور مصادر العربية قالت أيضا أن المجلس سيضم ثلاثة من قادة الكفاح المسلح هم عقار والهادي إدريس والطاهر حجر وقد أصدر القائد العام للجيش السوداني قرارا بإطلاق صراحة أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك طبعا يأتي هذا في إطار المساعي المستمرة لحل الأزمة السياسية في البلاد التلفزيون السوداني قال أن الأمر صدر بإطلاق صراح كل من وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير التجارة والتموين وأيضا وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير الشباب يوسف آدم وقد كشف المبوث الأممي إلى السودان فولجر بيرتس عن التوصل الخطوط وما وصفها بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل للأزمة في السودان وقال أن الاتفاق يتضمن إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على رأس حكومة تكنقراط الاتفاق يتضمن كذلك إطلاق صراح المعتقلين إدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية ورفع حالة الطوارئ المبوث الأممي قال أن التوصل لاتفاق يجب أن يتم خلال أيام لا أسابيع قبل أن يتشدد كل طرف في موقفه من جهتها أكدت مصادر للعربية أنه سيتم خلال ساعات اتخاذ قرار بإطلاق صراح أربعة وزراء من حكومة حمدوك وهذا ما تم الإعلان عنه الآن من خلال العواجل السودان إذن الإعلان عن إطلاق صراح أربعة وزراء كانت المعلومة قد تم نقلها من خلال موفد العربية ومراسل العربية ومن ثم تم الإعلان عنها بعد نصف ساعة في التلفزيون الرسمي السوداني والآن تأكيدات عن عملية إطلاق الصراح إذن تلقى قائد الجيش السوداني أيضا فريق أول عبد الفتاح البرهان تلقى اتصال هاتفي أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس تناول تطورات الأوضاع في السودان حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وأيضا إكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية إذن مشاهدين هناك تطورات في السودان هناك توقعات بإعلام المجلس السيادي السوداني الجديد خلال 24 ساعة تم إطلاق صراح أربعة من وزراء حكومة حمدوك حمدوك كان يطالب بإطلاق صراح الجميع حتى الآن لم يتم التطرق إلى من تبقوا داخل السجون البعض يتحدث عن أنهم تطاولوا على المجلس العسكري أو على العسكريين بصورة عامة وبالتالي هذا موضوع سيأخذ مجراه القانوني أما من تبقى من الوزراء ذكرناهم قبل قليل فقد تم إطلاق صراحهم أيضا هناك أكثر من مبادرة موجودة وأكثر من حديث تم التطرق إليه فيما يتعلق بالخطوة أو الخطوة الوسطية التي يمكن التوصل إليها ويبدو أن ملامحها حتى الآن قد بدأت تظهر فيما يتعلق بـ 14 عضو في مجلس سيادي جديد حكومة برئاسة حمدوك طبعا كان هناك إصرار على إبقاء رئيس الوزراء حمدوك ولكن تغيير كافة الوجوه الموجودة داخل هذه الحكومة لم نتعرف حتى هذه اللحظة عن مصير المجلس التشريعي رغم أن البعض يتحدث عن أن الحرية ولم نعرف عن لجنة إزالة التمكين وأيضا لن نتعرف عن مجلس التشريعي والذي من المفترض أن يعمل على الدستور من المفترض أن يكون هو المراقب الرئيسي للحكومة القادمة ولكن هناك حديث عن قوى الحرية والتغيير بشقيها إن كان الشق المجلس المركزي أو الميثاقي قد اجتمعت مع بعضها البعض هناك محاولة للوصول إلى موقف موحد البعض يشير أن الدور الرئيسي بالنسبة لقوى الحرية والتغيير سيكون من خلال أن تكون عضو في المجلس التشريعي على كل يبدو أن مراسلتنا معنا ليست معنا ولكن نحاول أن ننقل لكم الصورة من الداخل السوداني لمعرفة التطورات وخاصة في ظل التحركات نحن ننتظر أيضا أن يكون هناك اتصال مع بلينكين والبرهان وأيضا هناك كانت إعلانات من أنه ربما يكون هناك لقاء قريب خلال ساعات ما بين البرهان وحمدوحك وحمدوك طبعا للوصول إلى صورة نهائية إذن المصادر حتى الآن تتحدث عن مجلس سيادي جديد في السودان خلال 24 ساعة يضم 14 مقعدا المجلس سيضم خمسة من العسكريين يعني هم نفس الأسماء نتحدث عن البرهان دقلو كباشي والعطا وابراهيم جابر لكنه سيضم أيضا من الجانب المدني ست مدنيين يمثلون أقليم السودان وسيتم كما تم نقله إرجاء حسم مقعد شرق السودان وذلك للتشاور إذن هناك أكثر من موضوع سيتم التشاور عنه بعد قليل مصادر العربية كانت أيضا قد تحدثت أن المجلس سيضم ثلاثة من قادة الكفاح المسلح هم عقار والهادي إدريس والطاهر حجر والذين تم إطلاق صراحهم أربعة فقط إذن من الوزراء الذين تم إطلاق صراحهم على كل المزيد معنا من الخرطوم عادل سيد أحمد المحلل السياسي أهلا بك سيد عادل ليس لدينا معلومات كثيرة ولكن ربما يمكن القول بأن هناك ملامح الاتفاق قد يكون وسطي يرضي الأطراف الموجودة قراءة الأولية لما أعلن حتى هذه اللحظة على كل كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله ولكن بأي حال من الأحوال لابد من استكمال حلقات إجراءات إعادة الثقة كما أسلفنا من قبل فإن إجراءات إعادة الثقة بين الطرفين مطلوبة حتى تلعب دورا حقيقي وجادا في إنجلاء الأزمة يعني أنا أعتقد أن التجزئة ستفيد إن كانت هي مقدمة لتفاوض جاد من شأنه أن يعيد الإمور إلى مربع التفاوض بين الطرفين وهذه النقطة معلي سيد عادل معلي اسمح لي قضية الثقة لا أعلم إن كانت ستحتاج وقت أو ربما الحلول الموجودة الآن يمكن أن تعيد المياه إلى مجاريها ولكن من خلال ما طرح حتى هذه اللحظة هل ترى فيها نوع من التوافق ما بين القوى المتفاوضة الآن العسكريين والمدنيين أم أن التنازلات من جهة تبدو أكثر من الجهة الأخرى أنا أعتبر كما أسلفت لك خطوة في الاتجاه المطلوب ولكنها في مجال التفسير تعتبر حمالة أوجه هل هي أخصى ممكن أن يتم تقديمه من المكون العسكري أم هي مقدمة لانفراجة كاملة هذه التساؤلات مشروعة إن كان الأمر بحسابات الانتقاء وتحقيق رؤية المكون العسكري بحسب قرارات البرهان في 25 قرارات الغايد العام في 25 أكتوبر فستكون هناك مشاكل في المستقبل مؤكد ولكن إن كانت هي مقدمة لانفراج كامل وتحاور شامل مع قوى الحرية والتغيير باعتبارها هي الحاضنة وهي الطرف الآخر في الوثيغة الدستورية إن كانت المسألة بهذا الفهم بالفهم الشامل فإن الإمور ستسير قدما وإن كانت مسألة انتقائية فإنها هي مقدمة لمشاكل وأزمات جديدة سأعود إليك لأنك طرحت نقطة جدا مهمة من المفترض من يقوم بالتفاوض هو حمدوك وبالتالي هو الذي يمثل الشق المدني إذا ما صح التعبير وفيما يتعلق حتى بالحاضنة السياسية التي نتحدث عنها وأشرت إليها قوى الحرية والتغيير فإن ما سيتم لابد أن يكون بالنهاية يضم هذه الحاضنة السياسية سأعود إليك سيد أحمد سيد عادل ولكن دعني أنتقل الآن إلى مراسلتنا في السودان لينا يعقوب لينا طيب يبدو أننا فقدنا التواصل مع لينا هناك مشاكل فيما يتعلق بالإنترنت في السودان أعود إليك سيد عادل لنتحدث عن هذه الحاضنة حدود الحرية التي يمكن أن تكون لدى حمدوك لاتخاذ قرارات فيما يتعلق إن كان بالمجلس السيادي أو فيما يتعلق بالحكومة التقنقرات حمدوك حسم أمره بأنه لن يستطيع أن يسير قدما مع المكون العسكري بمعزل عن قوى الحرية والتغيير حمدوك وفي جدا للحاضنة السياسية التي أتت به إلى السلطة وهو غير مستعد أن يتجاوزها أو يتجاهلها لذلك ما يقوم به حمدوك الآن هو محاولة لتكسير الهوة بين المكون العسكري والمكون المدني ممثل بصورة خاصة في الحرية والتغيير لذلك أنا لا أتصور أن حمدوك في أي مرحلة من المراحل من الممكن أن يتجاوز الحرية والتغيير وأن يشكل حكومة كفاءات بمعزل عن قوى الحرية والتغيير بمعنى آخر سيد عادل إذا ما صحت المعلومات التي أوردناها قبل قليل وأن هذه هي صورة الاتفاق القادم والشكل الجديد للسودان فلابد من أن الحرية والتغيير قد وافقت ونسقت مع حمدوك للوصول إلى هذه التسوية هل هذه الأريحية كانت موجودة لأن التصريحات كانت تقول لا تفاوض يعني الموضوع كان يجب أن نعود إلى ما قبل 25 نعم طبعا كانت طرفان سواء كان المكون العسكري أو المكون المدني بعد إجراءات البرهان الانقلابية في 25 أكتوبر هذه الخطوة طبعا بعدت وخلقت جفوة كبيرة جدا بين الطرفين ولكن السياسة لا تحتمل عداء مطلقا كما لا تحتمل صداقة مطلقة السياسة تقوم أيضا على الحسابات وعلى المصالح وعلى تحقيق الحدود المعقولة من التفاهم والتفاوض أنا أعتقد أن الاتجاه الدخل الحرية والتغيير الآن هو بفعل الممكن وليس المطلوب بالشكل الكامل إن كان ليس بالإمكان أكثر مما كان فإن الحرية والتغيير ترغب في عودة الوثيقة الدستورية ترغب في أن ترعى اتفاقا مع المكون العسكري لتكوين حكومة الكفاءات ولعل حمدوك هو الجسر الذي سيكون بين الحرية والتغيير وبين المكون العسكري بتفاهمات بين حمدوك والحاضنة السياسية على كل حتى الآن ليس لدينا إعلان رسمي ولكن معلومات حول هذا الاتفاق من الخرطوم عادل سيد أحمد المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والآن يبدو أنه لينا يعقوب مراسلة العربية من الخرطوم جاهزة أهلا بك لينا ما هي المعلومات المؤكدة لدينا حتى الآن؟ أهلا بك ميسون المعلومات المؤكدة هو إطلاق صراح أربعة من الوزراء يبدو أن هذه الخطوة تدخل في إطار الأفعال وليس الأقوال خاصة أن الفترة الماضية شملت كثير من التصريحات والوعود وكذلك التسريبات لكن من ناحية أخرى هم أربع وزراء في الحكومة من أصل عشرين معتقلا ما زال عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي معتقلا ما زال اثنين من الوزراء خالد عمر وإبراهيم الشيخ معتقلين كذلك اثنين من مستشاري رئيس الوزراء فيصل محمد صالح وياسر عرمان هناك اثنين من الصحفيين فايز السليك وماهر أبو الجوخ عدد آخر من الناشطين تم اعتقالهم لكن هذه الخطوة الآن تدخل في إطار الأفعال بإطلاق صراح أربع من وزراء الحكومة الاتحادية السابقة بعد أن كانت هناك حث ومطالبة من المجتمع الدولي ومن عدد من المبعوثين والسياسيين والوسطاء بإطلاق صراح المعتقلين السياسيين هذه الخطوة تزامن معها أيضا ميسون ما سمي بإعلان لمجلس السيادة في خلال الساعات المقبلة يتوقع أن يكون ذلك غدا أو بعد غد هذه الترتيبات التي تتم الآن تجري لاعتماد رئيس للوزراء من المعلوم أن مجلس السيادة هو الذي يعتمد رئيس الوزراء لذلك نلحظ أن هذه الحركة بإطلاق صراح بعض المعتقلين وكذلك إعلان لمجلس السيادة تأتي في خطوات المشاورات التي تتم الآن بين الوسطاء وكذلك مع القيدة العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان وكذلك مع عبد الله حمدوك كانت معنا من الخرطوم لنا يعقوب مراسلة العربية شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات في نشرة المساء ولكن بعد قليل مسؤولون يمنيون يؤكدون مصرع مائتي حوثي في اشتباكات مأرب خلال اليومين الماضيين أهلا بكم مجددا إلى نشرة المساء يشارك المئات من مشات البحرية الأمريكية في مناورة مشتركة موسعة مع الكوماندوس الإسرائيلي في إيلات الجيش والسياسيون الإسرائيليون يرونها بأنها محاولة لتعزيز الاستعداد العسكري قبل مواجهة محتملة مع إيران طبعا وفقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية وصلت حاملة طائرات أمريكية مع مئات من أفراد الجيش الأمريكي إلى إسرائيل استعدادا لتدريب مشترك متعدد القوات وذلك لمدة أسبوعين بعد تمرين العالم الأزرق مع ثمانية من أقوى وأفضل القوات الجوية في العالم تم إجراؤه في إسرائيل قبل أيام قليلة هناك تمرين آخر يجري في إيلات مع أسطولنا البحري والأسطول الخامس للولايات المتحدة التابعي للقيادة المركزية الأمريكية كل من يحتاج لتلقي الرسالة سيفهمها وزارة الدفاع الأمريكية قالت أن التدريبات تشمل ما يقرب من خمسمائة فرد من وحدة المشات البحرية بما في ذلك كتيبة لونجستية واحدة وسرية مشات وسرية استطلاع مدرعة خفيفة وغيرها ووفقا للقناة ناشي الإسرائيلية فإن هذه الوحدة متخصصة في الاستجابة للطوارئ والأزمات وتركز حاليا على التدريب للرد على هجوم إيراني على أفراد دبلوماسيين أو بحريين أمريكيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه التحركات والمناورات في وقت أكدت فيه فرنسا أنها تجري مشاورات مع حلفائها بشأن كيفية الرد على عدم تعاون إيران على النحو اللازم مع الوكالة الدولية للطاقة الضرية صرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بأن باريس وحلفائها لا يزالون حذرين بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤوليتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي تابعت أن بلادها لا تزال تتشاور على نحو وثيق بشأن كيفية الرد المزيد ينضم إلينا من واشنطن مايكل بريجنت كبير الباحثين في معهد هاتسون أهلا بك سيد مايكل اسمح لي أن أبدأ بالتصريحات الفرنسية كون تتحدث عن مفاوضات وتنسيق مع الحلفاء وطبعا واشنطن من بين هؤلاء الحلفاء فرنسا تتحدث عن حذر وتتحدث عن كيفية الرد عن ماذا نتحدث هنا طبيعة الرد وخاصة أن المفاوضات قادمة مع إيران سيد مايكل كنت قد سألتك في إشارة إلى ما نقلناه قبل قليل عن تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تقول فيه من أن فرنسا تتشاور مع حلفائها وأن الجميع حذر في التعاطي مع الملف الإيراني وخاصة فيما يتعلق بالحذر وأن هناك نوع من الرد طبعا قبل قليل كنا نتحدث عن مناورات أمريكية أيضا إسرائيلية وبالتالي عندما تقول فرنسا الرد وهناك مناورات هل يمكن أن نربط الجانبين مع بعضهما البعض أو لا هذا موضوع وهذا موضوع إن الطريقة الوحيدة التي تنجح فيها الدبلوماسية هو عندما تؤمن إيران حقيقة وتصدق أن هناك خيار عسكري وبالتالي واشنطن تعمل حليف كإسرائيل لتبعد إيران عن السلاح النووي وبالتالي هذه المناورات لتقوية الزراع الأوروبية الفرنسية الأمريكية في مفاوضاتهم مع إيران وهذا أيضا ينطبق على حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس وهذه خطوة ذكية لأن هذا يعطي الولايات المتحدة صدقية ويعطي دبلوماسيها صدقية في المفاوضات لأن إيران إن لم تفي بسروط الاتفاق النووي وتنهي برنامجها النووي فأن عليهم أن يصدقوا أن هناك خيار عسكري مطروح من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط سيد مايكل عذرني ولكن إذا إيران وضعت الخيار العسكري على الطاولة ربما تميل إلى أن يكون إسرائيليا وليس أمريكيا الاستراتيجية الأمريكية في الفترة الأخيرة لم تعد واضحة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف صراحة إيران تأمل أن لا تكون حاسمة الولايات المتحدة خاصة في إدارة بايدن فالمفاوض الأمريكي مازال ضعيفا في مفاوضاته مع إيران إلا أن هذه المناورات العسكرية مع إسرائيل توجه رسالة أخرى وهي تؤكد على الالتزام بين الحليفين إسرائيل والولايات المتحدة في حال أي تهديد إيراني وهذا أمر تعرفه إيران وأنها لا يمكن أن تهاجم إسرائيل دون أن تجلب الولايات المتحدة إلى هذا الصراع الإقليمي وإسرائيل أيضا من الناحية الأخرى لن تسمح بأن تصبح إيران ذات سلاح نووي وإدارة بايدن حتى الآن في سنتها الأولى من رئاسة بايدن كانت ضعيفة جدا في رسائلها نحو طهران وطهران استفادت واستغلت ذلك وهذه المناورات تعيد ضبط الأمور وهي تنفع المفاوضات ولأن المنطقة تريد مثل هذه التطمينات من قلقها من شأن إيران من واشنطن مايكل بريجينت كبير الباحثين في معهد هاتسون شكرا جزيلا لك هذا وقد شككت شركة تانكر تراكرز الأمريكية المختصة بتتبع الملاحة البحرية بالرواية الإيرانية بخصوص النقلة الفيتنامية سوديز وكشفت من خلال دراستها في بيانات نظام تحديد الهوية الآلي أن الناقلة غادرت الشرق الأوسط في يونيو محملة بسبعمائة ألف برميل من النفط الإيراني أمضت حوالي ستة أسابيع قبالة السواحل الصينية لدخول ميناء لونكو ولكن لم يسمح لها بالدخول ربما بسبب العقوبات المفروضة على طهران ثم اضطرت الناقلة للعودة أدراجها بشحنتها النفطية ولم يكن أمامها وجهة سوى ميناء بندر عباس للتوجه إليه ورجحت الشركة أن العمل حاليا جار على نقل هذه الشحنة النفطية إلى ناقلة أخرى تحمل عالم إيران إلى الملف اليمني حيث أعلن تحالف دعم الشرعية عن تنفيذ 25 استهدافا لآليات وأيضا عناصر الميليشيات في صرواح والجوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية التحالف أضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير أربع عشرة آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت مائة وخمسة عشر عنصران وفيما تواصل ميليشيات الحوثي هجماتها وتصعيدها العسكري جنوب محافظة مأرب تستمر قوات الجيش اليمني بالتصدي مدعومة بتحالف دعم الشرعية وقد أكد مسؤولون أن ما لا يقل عن مائتي عنصر من جماعة الحوثي لقي حتفه خلال اشتباكات في مأرب الواقع وسط البلاد وما حولها خلال اليومين الماضيين يأتي ذلك مع تصعيد الحوثي لهجماته على المحافظة الاستراتيجية الغنية بالنفط في محاولة لاستكمال سيطرته على الشطر الشمال من اليمن حاول يتمني جيد الحوثي التسلل إلى هذه المواقع التنكيل والقتل وإن شاء الله بإذن الله بعدهم بعدهم إلى أن يتحرر آخر شبر من الوطن بإذن الله اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ زيارته إلى طهران داغ خلالها إيران إلى دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية تفاوضية لحل النزاع في اليمن كما وعبر المبعوث الأممي عن خلقه من التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الذي يهدر دماء الكثير من المدنيين بمن فيهم الأطفال مشيرا إلى أن هذا التصعيد الحوثي في اليمن من شأنه أن يقوض جهود السلام التي تسعى إليها الأمم المتحدة وشدد على الحاجة الملحة لوقف هذا التصعيد في كافة أنحاء البلاد لا سيما ما يجري في مأرب إلى ذلك أكد المبعوث الأممي على ضرورة ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع في التنقل والتجارة داخل البلاد لمعالجة الوضع المتدهور المزيد معنا من مأرب العميد عبدو مجلية المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني أهلا بك عميد عبدو آخر التطورات الميدانية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أختي العزيزة وشكرا أيضا للمشاهدين الكرامين لقناة العربية وقناة الحداثة أختي العزيزة بفضل الله أولا ثم بقهود الأبطال من القيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل تتحقق المكاسب على الأرض والتقدمات المتواصلة في مختلف القبهات سواء القبهات القنوبية والقبهات الغربية لمحافظة مارب أكثر القبهات اشتعالا هي قبهات محافظة جوبة قبهات مديرية الجوبة والتي فعلا الجيش حقا كسر كل التسللات والهاجمات الميليشيات الانقلابية الحوتية وكان هناك عملية الالتفاف والتطويق على الميليشيات الحوتية المهاجمة في إطار تلك الأماكن أيضا الطيران المقاتل نفذ عشرات الاستهدافات للأطقم والعربات للميليشيات الانقلابية الحوتية كما استهدف أيضا عشرات العناصر الحوتية التي غزت في واعتدت على تلك الأماكن وتعتدي أيضا على المدنيين قبهة الذنى أيضا هي الأخرى مشتعلة في وجه الميليشيات الانقلابية الحوتية والتي تم إحباط عدد من العمليات الهجومية للميليشيات الانقلابية الحوتية صحيحة الميليشيات الانقلابية الحوتية في القلالات القنوبية أحدثت بعض الاختراقات لكن الجيش بس سؤال فيما يتعلق بالاستهدافات هذه لمنعها من التقدم أو لإجبارها على التراجع وهل يحصل ذلك على الأرض حقيقة أولا من خلالكم نشكر الطيران المقاتل والطيرون أولئك الذين دكوا أوكار وتعزيزات وأرتال وعربات الميليشيات الانقلابية الحوتية كان للطيران المقاتل دورا فعالا وإيجابيا في الميدان وخاصة استهداف تلك الأطقم القتالية والقضاء أيضا على التعزيزات الحوتية التي كانت تصل إلى تلك الأماكن ففعلا كان دورها إيقاف تقدمات الميليشيات الانقلابية الحوتية والقضاء عليها وأيضا فقدانها للقيادة والسيطرة في إطار تلك الأماكن ومنعها من إحداث أي اختراقات وخاصة بالتعاون الكبير أيضا مع المقاتلين في الميدان الذين كان لهم أيضا دور فعال ومدفعية القيش الوطني أيضا دكت الأوكار والمدفعية والتحصينات الميليشيات الانتلابية الحوثية واستهدفت أيضا لطقم والعربات هناك عملية تكاملية ونحن في إطار منظومة واحدة مع دول التحالف العربي بقيادة الشقة في المملكة العربية السعودية وخاصة الدعم اللوقسي والإسناد الطيراني المتواصل من خلال رصدكم وتيرة الضربات والهجمات الحوثية هل تتغير بحسب التحركات السياسية أو الأممية بصورة أخرى لأن المبعوث الأممي كان في إيران هل زادت هل خفت أو لا تأثير الحقيقة الميليشيات الانقلابية الحوثية كلما أطلقت المبادرات والتدخلات أيضا من الدول ومن المجتمع الدولي تزداد هجوما وتزداد عنفا وتزداد إجراما وتزداد إرهابا وذلك هناك استهداف وإرهاب همقي تقوم بها الميليشيات الانقلابية الحوثية في إطلاق الصواريخ والطيران المسير على محافظة مارب وكذلك إطلاق القذائف العشوائية بصورة متواصلة على القهة الشرقية في مدينة التعز وكذلك أيضا في القهة الغربية لهذه المدينة الميليشيات الانقلابية الحوثية أختي العزيزة أيضا مستمر في هذا العدوان ضد السكان وضد المدنيين سواء في محافظة مارب وكذلك أيضا في محافظة تعز كذلك تقوم بمنع تنقلات السلع الأساسية والمواد الغذائية أن تصل إلى المواطنين كما أنها معروف ومشاهد ما قامت به في قرائمها الأخيرة في اعتداتها بالصاروخية على مديرية الجوبة منطقة العمود وكان ضحية ذلك 39 شهيدا من المدنيين وعشرات الجرحة وكذلك أيضا استهداف منزل عبداللطيف القبلة أيضا وكان نتيجة ذلك العمل الإقرامي من الصواريخ المستهدفة لمنزله ومنازل قيران 12 شهيد من المدنيين أيضا في مدينة تعز وكانت أيضا هناك استهداف متواصل وتم أيضا قاتل ثلاثة أطفال وثلاثة في حالة خطرة وما زالت إلى هذه اللحظة ميليشية الإقرامية الحوثية تطلق الصواريخ على محافظة مارب وكل هذه الخروقات من مأرب العميد عبد المجل المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات في نشرة المساء ولكن بعد قليل الدنيمارك تحتجز سفينة يوفي الروسية التابعة لمعهد أبحاث علمي اتصال مرتقب بين بلينكين والبرهان البعثة الأممية تكشف تفاصيل الاتفاق الذي سبقه الإفراج عن معتقلين موقع ملاحة دولي يقلب الطاولة على رواية إيران حول ناقلة فييتنام كانت عائدة أصلا لبندر عباس التحالف يستهدف الحوثيين بـ 25 عملية جديدة والمبعوث الأممي يدين انتهاكات الحوثي في مأرب وبيروس كورونا يعود للانتشار في أوروبا وبريطانيا تصادق على أول عقار للعلاج بعد نتائج إيجابية أهلا بكم مجددا إلى نشرة المساء تتصدر الصين وأمريكا قائمة الدول الأعلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم أم لذا فإن أي محاولة لمعالجة أزمة المناخ ستحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات من هاتين الدولتين دراسة جديدة ركزت على الصين وجدت أن الانبعاثات فيها زادت بمقدار الضعف عن الانبعاثات الصادرة عن الولايات المتحدة هذا العام طبعا تاريخيا كانت الولايات المتحدة هي التي تصدر انبعاثات أكثر من أي دولة أخرى في العالم حتى عام 2019 في هذا العام أي نتحدث عن عام 2019 وهو كما نعلم العام الأخير قبل انتشار الوباء أصدرت الصين 14.1 مليار طن متري هذا أكثر من ربع إجمالي انبعاثات العالم الصين تعتبر أكبر منتج ومستهلك للفحم وذلك في العالم طبعا هي أكبر مستخدم للكهرباء المستودة من طاقة الفحم الصين تقوم بتوليد ما يقدر بحوالي 73% من حاجتها للكهرباء من الفحم في عام 2016 حاولت الصين طبعا حاولت السلطات الصينية تجديد الرقابة للحد من نمو محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم ولكن أوامرها قبلت برفض من الحكومات المحلية هذه الدراسة العلمية الجديدة أفادت بأن الإنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون قفزت هذا العام إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال فترة ما قبل جائحة كورونا طبعا بسبب الجائحة انخفضت نسبة الإنبعاثات بسبب الإغلاقات عالميا Global Carbon Project وهو ائتلاف علماء دوليين يدرسون ميزانيات الكربون العالمية قال إن إجمالي إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم هذا العام سيصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.8% فقط عن مستوى في عام 2019 بالنسبة إلى توزع الإنبعاثات هذا العام بحسب المناطق الجغرافية توقعت الدراسة أن تسجل الصين قفزة في حصتها لتصل إلى 31% أي ما يقرب من ثلث ما ينتجه العالم بأسره من إنبعاثات أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قادة تحقيق المتعهد بملف الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه كان المرزوق الذي ترأس تونس بين عامي 2011 و2014 عبر في تدخل تلفزي منتصف الشهر الماضي على قناة فرانس 24 عم شاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة لفرانكوفونية وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء من وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق ما يتآمرون على تونس في الخارج مشددا على أنه أي الرئيس ليقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات الرئيس التونسي قال أيضا أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سيتم اختصار مدتها أضاف سعيد خلال اجتماع بمجلس الوزراء أن الإجراءات اتخذت في الأساس من أجل إنقاذ الدولة مشيرا إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة مختلفة عن المراحل السابقة تتطلب أدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج المفاهيم التقليدية حرصون على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور الدستور مزال ساري المفعول والتدابير التي تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب التونسي ولكن الديمقراطية يجب أن تكون ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية في الظاهر حرية ولكن باطنها شقاق ونفاق تم أنت منظمة الصحة العالمية في آخر تصريحاتها أن استخدام لقاحي كورونا والإنفلونزا في وقت واحد ومتزامن يعتبر إجراء طبي آمن ولا يؤثر سلبا في الاستجابتين المناعيتين الناجمتين عنهما في الجسم أكد خبير التطعيمات في المنظمة أن جمع هذين التطعيمين معا لا يؤثر على أي من فعالية اللقاحين في آن واحد فلن يساوم أحدهما على قوة وتأثير المفعول للآخر صادقت بريطانيا على عقار طرحته شركة ميرك الأمريكية ثبت نجاحه في علاج كوفيد-19 بعد إظهاره نتائج إيجابية في التجارب السريرية لتصبح أول دولة تأذن باستخدامه هذا وأشارت الأبحاث المعتمدة إلى أن هذا العقار المعروف باسم مولنو بيرافير وهو أول حبة دواء تأخذ عن طريق الفن لعلاج مرضى كورونا خاصة وأنه قلل من معدل دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 50% وقد تم ترخيصه للبلغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر على أن يتم تناوله مرتين لمدة خمسة أيام دخلت شركة إسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية المرحلة الأولى من التجارب لاختبار لقاحات مضادة لفيروس كورونا تأخذ عن طريق الاستنشاق يقول العلماء أن هذا الرداد الأنفي سيساعد على إيصال اللقاح إلى الرئتين مباشرة ما قد يحفز نظام المناعة على رد فعلا أفضل من إعطائها عن طريق الحقن وقد تراوحت أعمار المتطوعين الثلاثين الذين تلقوا هذا الرداد بين الثمانية أعوام والأربعين عاما وسيتم تعقبهم لمدة أربعة أشهر ومراقبة استجابات جهازهم المناعي ورصد أي ردود فعل سلبية نعرف أن نظام المناعي ترغب في تفاقي الوصف أجدت التعالي ولكن لا يبدوا أن يأتعي ومع ذلك، بأن تجعل الصفل لديه وكي ترغب في تفاقي الوصف يمكننا أن نظر الإخوة بفتاقي التعالي وقام بأن آخر يتقال يتعلق مع تفاقي الوصف ويكون من المشاهدون أخرى ومع تحفظ من الطريق الوصف قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كروغ قال إنه يتعين على الدول الأوروبية يتعين عليها أن تعمل وبجدية أكثر لمنع انتشار فيروس كورونا وبشكل أكبر مع ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة إن الوثير الحالي للانتقال عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية تقترب حالات كورونا مرة أخرى من مستويات قياسية مع استمرار هيمنة متغير دلتا الأكثر قابلية لانتقال في جميع انحاء أوروبا وآسيا الوسطى وفقا لأحدى التوقعات المنطقة إذا بقينا على هذا المسار فيمكننا أن نرى نصف مليون حالة وفاة أخرى لكورونا في أوروبا وآسيا الوسطى بحلول الأول من شهر فبراير من العام المقبل إلى زياد الآن وأخبار الملاعب واللاعبين زياد تفضل شكرا ميسون وأهلا بكم مشاهدين الكرام توي جنادي الرمتة بلقب الدور الأردني لكرة القدم لأول مرة منذ تسعة وثلاثين عاما وذلك بعد تعادله مع الجزيرة بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة للمسابقة في المباراة التي أقيمت على الساد عمان الدولي وأنهى الرمثة المسابقة بـ 47 نقطة في المركز الأول ومتقدما على الوحدات بفارق المواجهات المباشرة بعد أن تساويا بالنقاط مع ختام البطولة تغلب الهلال على ضمك بهدفين دون مقابل في الجولة الحادي عشر من الدور السعودي لكرة القدم سجل اللعب كاريو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة السلسة والخمسين وأضاف مصعب الجوير الثاني أهداف الفريق العاصمي الذي رفع رصيده إلى تسعة عشرة نقطة وتوقف رصيد ضمك عند إحدى وعشرين نقطة وفازها الفيصلي على أبهى بهدف مقابل لا شيء في المجمعة ليرتفع رصيد الفيصلي إلى أربع عشرة نقطة مقابل عشر نقاط لفريق أبهى وانتصر التعاون على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لواحد سجل اللعب ياغو الهدف الأول للتعاون بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة وأدرك نعيم سليت التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة والعشرين لكن التعاون سجل هدفين في شوط الثاني وسجل انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة وبات بالمركز الثاني عشر بعشر نقاط متقدما بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب النقاط العشر أيضا وتختتم غدا الجولة الحادية عشر من دور السعودي لكرة القدم بإقامة مبارتين حيث يستقبل الشباب ضيفه النصر رصيد الشباب وصل إلى ثمان عشرة نقطة مقابل ثلاث عشرة نقطة للنصر ويأتي الشباب من فوز على الطائف المرحلة الماضية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فيما تعادل النصر مع الفيحاء ونجح الشباب بالفوز في مباراة ذهاب الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف واحد وسيكون الفيحاء على موعد مع ضيفه الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية حصيلة الفيحاء وصلت إلى أربع عشرة نقطة أما فريق الحزم فلديه عشر نقاط وكانت آخر مباراة بين الفريقين في دور الدرجة الأولى وانتهت بالتعادل من دون أهداف في الدور المصري لكرة القدم تعرض نادي الإسماعيل للخسارة أمام فريق البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد إهلال في الدقيقة السبعين من زمن اللقاء ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى ست نقاط متقدمة للمرتبة الثالثة بينما يأتي الإسماعيل في المركز الأخير ومن دون نقاط بدأت اليوم بطولة أرامكو السعودية الدولية لغولف السيدات بنسختها الجديدة والتي تستمر حتى سابع من الشهر الحالي في ملعب نادي ريال جرينزا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبمشاركة مئة لاعبا من مختلف دول العالم للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار العام الفائد كانت المرة الأولى التي سنلعبه الليديز يوروبيين تورو هنا في السعودية وهذا العام المنافسة تغيرت كان من أحسن لاعبات العالم اللي جاوي يلعبوه هذا الأسبوع وفي الويرلد رانكينج هذه البطولة من أحسن البطولات اللي عندنا في هذا العام في الليديز يوروبيين تورو وأنا سنفتخر بما هذه اللعابات جاييني لعبوه في دولة عربية أكون واحدة من المشاركين الذين يلعبون فيها مرة شيء ممتع وفرصة تيجي مرة في العمر فمرة أقدر هذه الفرصة المنافسة مرة جميلة تتنافس مع ناس عالمية مع مستوى غير اللي أنت تتمرن عليه يوميا بالإضافة أنه مشتركين 108 لاعبين من حول أنحاء العالم والأجواء زي ما احنا شايفين يا رب لك الحمد متيسرة وأجواء مرة روعة بالإضافة أنه حضور عالمي جميل في أجواء جميلة جدا نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك ميسون شكرا زياد أعلنت السفارة الروسية في كوبنهاجن أن سلطات الدانيمارك احتجزت في الأول من نوفمبر سفينة أبحاث تابعة لمعهد علم المحيطات في موسكو تدعى باسم أكاديمي السوفيتي وأشارت السفارة إلى أن الدانيمارك احتجزت هذه السفينة التي يبلغ طولها حوالي 117 متر أثناء التزود بالوقود قرب ميناء هناك وصادرت كل الوثائق الموجودة على متنها وذلك كإجراء مواقت على خلفية نشاطات سابقة للسفينة التي يستخدمها المعهد لأغراض علمية إلى العنوين اتصال مرتقب بين بلينكين والبرهان البعثة الأممية تكشف تفاصيل الاتفاق الذي سبقه الإفراج عن معتقلين موقع ملاحة دولي يقلب الطاولة على رواية إيران حول ناقلة فييتنام كانت عائدة أصلا لبندر عباس التحالف يستهدف الحوثيين بـ 25 عملية جديدة والمبعوث الأممي يدين انتهاكات الحوثي في مأرب فيروس كورونا يعود للانتشار في أوروبا وبريطانيا تصادق على أول عقار للعلاج بعد نتائج إيجابية